سيدات وسادة سعدت أوقاتكم موضوعنا القصير لهذا اليوم هو الله واحد والأديان كثيرة فكيف نحل هذه المشكلة الله واحد لكنه يظهر في الأديان بصورة مختلفة عن دين دين عن آخر حسب المكان والزمان ويرى هذا الدين صورة الله بطريقة تختلف كثيرا عن التي يراها في أو التي يريد أن يوصفها دين آخر يظهر متعددا الله يظهر متعددا عند بعض الشعوب لأن مدارك الإنسان عند تلك الشعوب في ذلك الزمن التاريخي أو حتى ما قبل التاريخي لم تكن قد وصلت إلى فكرة الوحدانية هذا هو السبب الحقيقة هناك ناس يتهمونهم بأنهم مشركين عن عمد ولكن هذا غير صحيح دائما هناك مرحلة في تطور تصور الله أو تصور الخالق لأن هذا الأمر يرتبط بعقل الإنسان المحدود والذي هو أقل تطورا كلما توغنا في الزمن سلبا ويظهر هذا الإله رباعيا أحيانا ليس متعددا إنما رباعيا حصلا يعني أربع ركامة المظهر عندنا في البرهمن وثلاثيا ويظهر ثنائيا ثم يتظهر موجة التوحيد بعد ذلك كل هذا بسبب طريقة النظر الخاصة وبسبب الإرث الذي يحمل ذلك الشعب فيما إذا كانت هناك معتقدات ذات طبيعة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية فتنسحب على الله وبذلك يتشكل بهذه الطريقة وفي الوحدانية حتى في الوحدانية يظهر الله بصفات تختلف عن بعضها سواء في الزرادشتية أو اليهودية أو المسيحية أو الإسلام الأديان تضع الله في إطار محدد لكن التأمل في الله الواحد المطلق في هذا الكون يحرره من هذه المحدودية إذن كيف يمكن لنا أن نتصور تصورا وحدانيا أبعد بكثير من هذه التصورات التي قرئناها وسمعناها وعرفناها في تاريخ الأديان علم الأديان يوضح هذه الأمور بشكل لا بأس به يعطينا المبررات والأسباب العملية والفكرية التي أدت لتشكيل هذه الصورة المختلفة عن الله في تلك الأديان فيرجعها لأسباب اجتماعية واقتصادية وبيئية وإلى آخرين وكذلك يرجعها لطريقة الطقوس والممارسات الدينية التي شكلت صورة الله لكني أعتقد أن الممارسات الدينية ليس هو الوحيد الذي يبكر يعطينا هذه الصورة أنا وجهة نظري أننا لو ذهبنا إلى العلم وخصوصا العلم الكوزمولوجيا الملكون وتوغن فيه جيدا فسنرى بأن صورة الله تتنزه أكثر بأي معنى أن إله الأكوان هو أوسع وأبعد وأعظم من إله الأديان لماذا؟ لأنه يجمع صورة الأديان ويبتعد بها كثيرا حسب سعة هذا الكون نحن في كون عمره 13.7 مليار سنة من الآن فيه ملايين ملايين مليارات المجرات وفيه مليارات السنين الضوئية كمسافة بين مكان وآخر إذن نحن أمام فكرة تكاد تكون لا متناهية على الأقل حسب مداركنا وإذا ابتعدنا أكثر فسنقول أن هناك أكوانا كثيرة في نفس الوقت يعني كون الذي نحن فيه يجاوره كون آخر لا نعرف عنه أي شيء ويجاور هذا وهناك مزرعة إذن من الأكوان هناك حقول لا نعرفها على الإطلاق فالله إله كل هذه الأكوان وليس الله الذي نراه من خلال الأديان التي جاءتنا مكتوبة فقط نعم صحيح أن هناك وحي وأن هناك رسالة وأنه تجلى في أذهان الأنبياء ولكن صورة الأديان ما زال صورة الله في أذهاننا ما زالت مكبلة لنجعلها متسعة أكثر ولنذهب بها إلى الأكوان عند ذلك سترتاح النفوس أكثر وسيتحول ذلك المطلق إلى مطلق حقيقي أما إذا حصرنا نفسنا في دين واحد وربما حتى في مذهب واحد وإذا نتصور الله من خلال ما كتب عنه فأعتقد أن الصورة ستختزل كثيرا لذلك أنا أحد الذين يؤمنون بإله الأكوان الذي هو أبعد من إله الأديان شكرا لكم